على فكرة كمان في مشكلة بقى ان الست يعني احنا كنا بنتكلم في فكرة ان الامتنان فكرة لازم تتزرع جوه الاطفال من هما صغيرين ده مهم جدا انت عارف الام ساعد تروح تقول لولادها من كتر ما بتزهر ماذا لما ربنا هيخدني حتقدره امت صح ليه لان احنا فعلا ما بتقدرش امت مثلا اهالينا مثال بسيط غير لما ربنا بيفتكرهم صح ففكرة ان احنا نزرع جوه ولادنا الامتنان طول الوقت وان مش كل حاجة فور جرانت ومش كل حاجة مسلم بيها ومش كل حاجة حق مكتسب ومشروع دي فكرة مهمة قوي صح على اللونجران هتخلينا نقدر البرتنر او شريك حياتنا صح هي علشان كده دايما بنقول ان الاسرة هي نواة المجتمع احنا عايزين مجتمع سليم لازم يقع فيه تربية طبعا من الاسرة من تحت بس هي مسألة برضو يا هدي يعني مسألة الاعتياد للأسف يعني اللي هو ايه ايوة هي دي القافة آفة خطيرة جدا احنا هدي الأزمة انا متعود ان انا انت اول ما بتعتادي على حد او تعتادي على السلوك زي ما انت بتقول مهما ان كان هذا السلوك الناس من برا شايفة سلوك عظيم اه وسلوك حميد وانت ربنا كرمك بواحدة زي الفل هو تعود يشوف دا صح هو خلاص هو دا ويشوف دا كل يوم هي كل يوم بتجيب له الفطر في السرير فيصير هذا الفعل بعد شوية ايه عافية انتو مالكم مباهدين كده ايه اما دا عادي بتعتاد اه اه ومش متعلمين زي ما هدي بتقول ان احنا لازم يعني ايه نقول امتننى للاخرين صحيح لازم اعترفلك مش لازم كل مرة مش لازم كل يوم اقولك ان انا انت وحشتيني او انت انا بحبك او انت بتحبني مش لازم اقولها كل يوم بس لازم اقولها لازم تجديد لماذا تقولاش كل يوم لا حتى اسلحنا بشر احنا لسه بقولك دي قافة عند الانسان اللي هو العادة والاعتياه يعني انت مش عايز تعودني على الحب ولا ايه لا انا عايز اعود نفسي ان انا اقول اه حتى زي اللي يعني زي اللي بتعود على حاجة بس ما بيعملهاش كلها مرة واحدة لازم نعود نفسنا عشان كده بقولك مش لازم كل يوم بس انا لو قلتها كل اسبوع بالاعتياد بالاعتياد هتلاقيني بعد كل يومين لا مش متفقه معايا اكتاب لا مش متفقه معايا لا ازاي يعني انت عايز اقولي هو التعبين عن الحب مش بس بكلمة بحبك يعني ازم عورة نفسي عبر عن الحب ما هي المشكلة لا او بيدي مثال بس لازم اقول يعني لازم اقصر هسألكم سؤال هسألكم سؤال ليه دايما دايما الدراسات بتقولك الاجتماعية يعني في علم الاجتماع بتقولك عموما انه الراجل هو اللي بيندم اكتر بعد الطلاق وهو اللي بيبقى عايز اكتر يرجع للست بعد فترة فعلا وان الست بالزبط وان الست حتى لو كانت بتنهار في اول الانفصال بتقفع لجليه بسرعة وبتبقى رفضة تماما الرجوع هو بيبقى عايز جدا يقليه لانه بيضرق قيمتها بعد شوية في الحياة هي طول ما هي موجودة في البيت ومواصبة ومباشرة اعمال البيت وحكته وحكت العيال هو ضامن ده هو ضامن ده هو خلاص هو الحياة مستقرة جماعة هو بعد ما الطلاق بيحصل وزي ما انت بتقولي الدراسات بتقول كده بتقولك انه الراجل بيخش في مرحلة انه سعيد مبسوت الله الحرية حلوة يا جماعة او انا بخش شرمي فرضة الشراب واحدة في اليمين واحدة في الشمال ومحدش بيقولي ايه اللي انت بتعمله ده هو حبيبي ورده متعلمش مترباش زي ما انت قلتي كده مش بس مترباش انه الحياة فيها متنان وعرفان للاخر كماما ما هو اللي بتلم طبعا صح صح فهو بيستريح بعد اللي بيحصل في الطلاق بيستريح بياخده بعد فترة كده في بصوته صحيح وبعدين بيودر فترة صحيح اه فترة وبعدين بيبتدي فوق تكون هي بقى سائت برضو صحيح تكون هي سائت ما هي حاجة عكسية على فكرة احنا دايما كنا بنقول ده هي الراجل بعد الطلاق بيحس بشعور بقى الحرية والانطلاق لكن بعد كده بيشعر ان فين اللي احتواء اللي كان موجود هو عايش في المطلق ده فين الاستقرار لا انا عايق فبيندم اكثر طبعا انا هرجعكوا اه هرجعكوا تاني على دراسة صح عجباني اوي اه الستة تقعد في الكافية في الاول وتفضل يا قلب امهات صح وتكلم صحابها وتقرفهم في عشرتهم وعدينتوا فوق انا وكافيل اه احنا عدنا كافيات كتير اه ده بو يا ما شبعت وشافت بصوا بقى يا جماعة الدراسات بتقول لك ايه عن الاحساس بالسعادة وعن الاعتياد بتقول لك ايه بتكلم عن الفرحة ووهج البدايات بتقول ان احساس الانسان بالسعادة الناتج عن امتلاك شيء مادي كان عايزه وبقوة زي مثلا بيت جديد عربية جديدة زيادة في المرتب مثلا بتتراوح ما بين ايه بقى ايه حد يقول لي ارقام كده ايه سبعين مثلا في المية لا هو عايز يقول لك مدة ساعتك والتنطيط هي اسابيع على فكرة رابو عليك من ست لتمن اسابيع اه هي اسابيع بعدها الانسان اللي كان نفسه في البيت ده او كان نفسه في العربية دي او كان نفسه مرتب وزيد الشعور ده بيبتدي الكيرف ينزل او يبتدي يقل بعدها بينسى هو كان شعوره ايه قبل كده صح وبينسى هو نسى انه كان عايزها هو نسى انه كان متجنن عليها اه وكمان احساس السعادة ده بعد شوية بيبتدي ينسى يعني بعد من ست لتمن اسابيع بيبتدي ينسى الاحساس دي اه